مساء الجمال مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الصعود لدوري المجموعات والتركيز بقى لفترة اللي جادي في الدوري وكاس العالم للأندية عجبني جدا مسماني اللقطات الكاميرا لما كانت بتجيب ردود أفعاله لأ راجل يشيل مسئولية مشواخد الموضوع بتهاريك المطش خلص من بدر على فكرة ديئة 13 لما وليد سليمان عمل البصل الرائع لطار محمد طار حطه في الانفراض وجاب جون وبعدها وليد مطش خلص تقريبا وليد سليمان سهل الموضوع لكن جدية المدير الفني والنشايل المسئولية وعينه على اللي جاي وعنده طموح كبير تشوف الراجل عايز الجدية لما العيب يتدلع بيشد ويقول لا لازم تروح لقدام مسماني عجبني جدا كشخصية مدرب المدرب اللي بياخد بطولات مسماني واخد بطولتين أفريقيا عنده شخصية زي ما قلت طهر محمد طهر الهدف الأولاني في الديئة 13 مطش خلص مع الهدف الثاني والطرد اللي حصل للسونديب الموضوع يتساهل على النادي الأهلي فيه بقى فرص يعني واحد زي ياسر إبراهيم علو اللطفي خدوا فرصة النهار ده بس ما فيش اختبار ودي مش محظوظين لكن الاختبار الحقيقي هو للطأم اللي قدام المهاجمين كتير في النادي الأهلي تخيلوا الاربع اللي قدام وسماني بلعب بطريق أربعة اتنين دفندرات اللي هو دايما حمد فاتحي أو السلية أو حمد فاتحي وديانج وفيه أربعة قدامهم الاربع اللي قدامهم دول فيه في النادي الأهلي دلوقتي اتناشر نجم اتناشر نجم تخيلوا في أفشة كهرباء الشحات وليد سليمان أجايي أدي خمسة ناصر ماهر بواليا للسه جاي حالا شريف طاهر صلاح محسن أدي عشرة مران محسن وأحمد ياسر ريان اتناشر كتبهم عشان ما نساش اسم اتناشر لاعب في الاربع اللي اتناشر لاعب تخيل مسيمان هياختر أربعة مين الاربع اللي يختارهم من الائتناشر لاعبaltetول اللي هو لما بتجيله فرصة بيمسك فيها بديو سنان النهاردة مثلا في مطش النهاردة هو المطش اللي فات وليس سليمان لما بنزل مهم هل وليس سليمان المطش اللي جاي يطلع من الأساسي أو ما يلعبش شت تاني